أكثر من عام على أزمة كورونا وتداعياتها التي ضربت الاقتصاد في البلاد ولا زالت تبعاته مستمرة خصوصا على القطاع السياحي الذي تضرر بشكل غير مسبوق بسبب الإغلاقات الصحية من جهة ومن جهة أخرى نظام منع السفر بسبب وطيرة انتشار فيروس كورونا ما أدى إلى تعطل الفنادق والمطاعم والمنتزهات السياحية أثرت الاقتصاد السياحة مش بس مرشدين سياحة مش بس بس بسات كله مرتبط مع بعضه البسات والمطاعم والأتلات والمرشد السياحي والشركة السياحة والمكتب السياحي كله مرتبط مع بعضه كله تأثر وتضرر بنفس النتيجة لأنه السائح اللي بدي يجي كله بدي يشتغل وكله بدي يستفيد لما السائح ما أجهاش ولا حدا استفاد من كل هدول اللي عديتهم وزيادة لحواليا كمان لأنه فيه دوائر اللي بتشتغل كلها بتتعاوني مع بعض من أجل السائح لما السائح مش موجود في المطاعم والمتز معناها كل الدوائر اللي حواليه مفقودي ما حدا بيشتغل ما انتعاش شي صارنا سنة زي ونص ما فيه سياحة لا خارجية ولا داخلية سياحة الداخلية بديت شوي شوي تحطلك لكن بمط شديد لأنه الناس لحد إسا بعدها خايفي مع توقف استفار للخارج لعام كامل بسبب تقييدات شديدة فرضتها وزارة الصحة حينها دفعت المواطنين للبحث عن السياحة المحلية في البلاد والمكوث في الفنادق المحلية ما أدى إلى تسجيل انتعاش في هذا السوق الذي كان متنفسا للمواطنين مثلا الناس كانت تطلب الاوتيلات في داخل البلاد كانت النسبة عالية جدا في الأسعار والناس كانت تتخوف من أنه تتواجد في البلاد في الاوتيلات أحساس الأمراض التي تتشرط طبعا كانت نسبة ضئيلة جدا وما كانش حدي يطلع إلا إذا كانت الناس تطلع بشكل فردي مثلا على المحلات الأثرية هي لحالها يعني كانت الناس كثير متعودة تروح على الاوتيلات الضف زي ريحة وراملة وبطلت تروح عليها لأنه هاي الأوتيلات كما تتأثرت وسكرت وطلت تشغل أنا 11 موظف والـ 11 موحتن لا أقش مجال يعني أخلي فش عندي إش أعمله وكنا في فترات معينة مثلا أجينا في فترة شهر 12 لما فتح الدبي فكرنا أنه السياح ترجع بعدما عملنا الحجوزات ودفعنا على المصاري خذنا مصاري من الزباني دفعناها لشركات الطيران صار إعلاق كامل في الدولة هون أثر علينا وإلتغت كل المحلات وما حدث سافر وحاليا طبعا فترة الربيع كمان فيه كان أمل كبير أن التركية تكون فاتحة بعدما حجز لنا الناس كل الحجوزات إلتغت إنعكست آثار أزمة كورونا سلبا على المكاتب السياحية والبكلاء فيها حيث اضطر أصحاب الشركات السياحية الكبيرة إلى تسريح العمال لإجازة دون راتب بسبب الركود الاقتصادي الذي عانوه خلال الأزمة فيما سجلت المزارات السياحية الداخلية انتعاشا في ظل أزمة كورونا